اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونالتقيكم في علاقة جديدة برنامج 10 سكايب حديث عراقي قبل ايام تحدث برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية الحالي تحدث الى وزير التخطيط الحالي ونقل جزء من حديثه او توجيهاته لوزير التخطيط وقال كلاما يعني اقل ما يقال عنه انه مجرد اوهام مجرد احلام مجرد ضحك على الناس مجرد محاولة لقضاء الوقت ليس اكثر لان الناس لا يمكن ان تضحكوا عليهم بعد 18 سنة من كل هذا الخراب وهذا الدمار وكل هذا الكذب وهذه الادعاءات والوعود الكاذب وما عاد يصدقوا شيئا لذلك اي ادعاءات اخرى هذه يعني لا تفهم الا انها لقضاء الوقت لقضاء وقتهم لضحك على انفسهم حقيقة هذا السرك الذي سرك الالعاب الذي لا ينتهي الحقيقة في العراق بسبب هؤلاء الذين يحكمون العراق من ضمن ما قال نقلته وكالات الانباء قال شدد برهم صالح على وزير التخطيط على الدور المهم الذي تطلع به وزارة التخطيط في رسم السياسات التلموية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها مؤسسات الدولة كافة كلام صحيح ومنطقي لكن لمن وفي اي دولة هذا الكلام للدول اللي لديها مؤسسات رصينة للدول التي لها قانون لها دستور يحمي المواطن للدول التي تحترم مواطنها ويحترمها مواطنها للدولة التي الامان مستقر بها والتنمية موجودة فيها والبناء موجود فيها وفيها صناعة وفيها زراعة وفيها التنمية وفيها اهتمام وفيها عمل وفيها انتاج وفيها رفاهية وفيها سعي متصل ومتراكم لخدمة المواطن فيها الحكومة تشتغل عند المواطن موظف عند المواطن هذا الكلام يصلح الدول التي فيها تنمية فيها تفكير فيها تخطيط وليس دولة عشوائية دولة فاشلة بشهادة كل المنظمات الدولية ليس دولة فاسدة وخريبة ومدمرة ليس فيها صناعة ولا زراعة فما فائدة رسم السياسات التنموية اي تنموية واي اقتصادية هذه كل شي عشوائي هذا الاقتصاد عشوائي في كل كل يعني كل فترة تخرج علينا جملة من القرارات وجملة من التوجهات ولا احد يعرف لحد الان ليقولوا لنا ما هو شكل اقتصادنا هل هو رئيس مالي هل هو اقتصاد السوق هل هو اشتراكي اقتصادنا بلا هوية مثل العراق بلا هوية جيشنا بلا هوية اجهزتنا الامنية بلا هوية هويات متعددة اعلام متعددة رايات مختلفة انتماءات مختلفة بلا عقيدة كل شي خرب كل شي مدمر وبالتالي يتحدثون عن سياسات تنموية واقتصادية واجتماعية تحتاجها مؤسسات دولة ثانيا تتحدث عن مؤسسات دولة اين هي مؤسسات الدولة اين هي الدولة التي في العراق العراق بلا دولة وهو يعرف برغم صالح ويعرف وزر التخطيط ان العراق بلا دولة اين هي الدولة في العراق الدولة اللي الميليشيات تستعرض بها بالشارع وتهدد الجميع ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللي يخافوني من الميليشيات الدولة اللي رئيس البرلمان يذهب الى دولة مجاورة ويدعو برلمانها المجيء الى العراق لكي يقنع الميليشيات يلتقي بالميليشيات ويقنعها بان تتعاطف معهم وتسمح لهم بتنمية اقتصادهم او بالمساعدة او ببناء علاقات اقتصادية بين العراق وهذه الدولة فهذا ما حصله بين الاردن والعراق مع الاسف الشديد أليس هذا هو الذي حصل؟ ألم يذهب الوابد البرلماني الاردني مع الاسف الشديد ليلتقي بالخزعلي وهو مجرم وهو زعيم عصابة ميليشياوية ومعروف وأهل العراق يتهمونه بقتل أبنائهم وبسرقتهم وذبحهم وهو علن ان يقول انه انت ماء الى ايران من يعقل انه اليشي هو القرار بيد الخزعلي ما هو القرار بيد ايران ايران من تمنع العراق من ان يكون عربيا من البداية هي التي دفعت ناسه لكي يكتبوا في الدستور هذه العبارة التي ارادوا ان يكتبونها ان الشعب العربي الذي في العراق له روابط مع الامة العربي هذا الكلام هذا العراق الليبي 95% من العرب 95% من المسلمين لا يحق لهم ان يقولوا نحن بلد عربي لان ايران لا تقبل فكيف تقبل ان يضرب سوقها ان تضرب تجارتها واستراداتها والاموالة تأخذها من العراق وتعطيها حصة منها لأي بلد عربي اخر وتجعل لأي بلد عربي اخر وجود في السوق العراقي هذه هي الكذبة الكبيرة ثانيا يقول على وزارة التخطيط توفير الاحصاءات والبيانات خصوصا في المرحلة الراهنة لتطلب اصلاحات على مختلف الصعود والقطاعات من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي كيف يمكن النهوض بالاقتصاد العراقي يا رئيس الجمهورية يا سيد برهام صالح كيف يمكن بالنفط هذه واردات النفط التي يعني العراق بلد ريعي يبيع النفط وتأتي اموالها وتذهب الى الفساد تدخل هذه دائرة الفساد وتذهب الى الجيوب وديون ومصائب وأذى ونهب من كل الجهات وتعطيل لكل الحياة وكل الاستثمارات في العراق وكل البناء وكل النهوض من اجل عيون الميليشيات من اجل عيون دول اخرى تتحدث انت لا صناعة ولا اقتصاد ولا زراعة ولا قطاع خاص ولا قطاع عام وتحدث عن توفير بيان العين اي بيانات هذه هل يعرف عدد المعامل والمصانع الكبيرة والصغيرة التي فككت ودمرت وحرقت ونقلت الى ايران هل يعرف لماذا اوقفت الزراعة والصناعة في العراق لماذا اهملت الزراعة والصناعة وكمية اخصيصاتها في الموازنات طوال هذه السنوات اهمية يقول اهمية اصلح القطاعين العام والخاص اي قطاع عام وهي قطاع كل الاقتصاد لا يمكن ان يصلح لا قطاع عام ولا قطاع خاص ان لم تصلح السياسة كل هذا يرتبط بالفكر السياسي بالرؤى السياسي بالاطار السياسي اذا ظل الاطار السياسي محاصصي طائفي مقيت يعتاش على الطائفي ويعتمر باوامر خارجية لا يمكن للعراق ان ينهض لا اقتصاديا ولا صناعيا ولا زراعيا ولا كل شيء هذه الحقيقة وليسأل كل الجميع لا يمكن للاقتصاد ان ينتعش الا اذا كانت السياسة حكيمة ورصينة وعطارها حكيم ورصين فماذا نحتاج؟ نحتاج الى تغيير السياسة للاطار السياسي نحتاج الى اسقاط العملية السياسية وطردكم كلكم لكي يأتي ناس وطنيين عراقيين يعرفون مصلحة العراق ويبنون العراق ويبنون اقتصادا مزدهرا يتناسب مع اطار السياسة الوطنية هذا الواقع الحال ولينظر ولم يصدق لينظر الى 82 سنة مضت قبل 2003 بغض النظر عن الرأي بالنظام الجمهوري لغيام النظام ملكي لكن كيف بنيت كل البناء التحتية كيف بنيت الجامعات والجسور والشوارع والمدن والانسان والبناء وكل شيء والمدارس في هذا العراق وصار العراق نموذج بالتقدم والازدهار كيف بنيت وكيف استثمرت الامر هذه الحقيقة اللي لم تقضي على الفساد والخراب والميليشيات والانتماءات الخارجية وتحقق سيادتك واستقلالك لا يمكن ان تنظر اقتصادك وهذه كذبة يقول وضع الخطوط الكفيلة لمعالجة وتخفيض مشاكل البطالة والفقر البطالة والفقر ملاسقة تماما للخراب الاقتصادي والخراب الاقتصادي ملاسق تماما وتابع للخراب السياسي والخراب الامني والخراب الاجتماعي والخراب الاستقلال والسيادة وكلها تابع للرؤى السياسية للأفار السياسي فبالتالي هذا ما قلنا عليه هذا مجرد إضاءة للوقت يعني يلعبون على الوقت عدهم وقت زايد يحاولون أن يملؤون وقتهم بهذه الأحاديث ومن يصدق هذا الكلام لا أحد يصدق هذا الكلام ولا هذه التصريحات ولا أحد يصدق أن هناك رئيس الجمهورية وهناك وزير التخطير وهناك دولة في العراق هذا واقع الحال أشكركم وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة نخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم